وفي مدينة النعمة تسلم المدير الجهوي للمعهد التربوي الوطني بولاية الحوض الشرقي الدفعة الثانية من الكتاب المدرسي وتأتي هذه الدفعة المعززة في إطار جهود القطاع التربوي الهدفة إلى الرفع من أداء الطاقم التربوي وتعزيز المنظومة التعليمية بالكتب والمقررات الدراسية شملت الدفعة الجديدة سبعين ألف كتاب مدرسي تضم مئة عنوان في مختلف المستويات الدراسية وسيتم توزيع هذه الدفعة على جميع الأكشاك البالغ عددها 18 كشكا بالولاية